اكد صاحب اسم الملكية لميل سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القايد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تسعى نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم كافة تسهيلات لجذب الشركات والمؤسسات العالمية للعمل في المنطقة والشرق الأوسط وذلك لما يتميز به اقتصاد المملكة من مقاومات أساسية وتشريعات اقتصادية متطورة ونوه سموه وحفظه الله لدى لقائه في قصر رفاع اليوم السيد بوريس كولاردي الرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير بحضور سعادة سيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بدور القطاع المصرفي واسهامه في دعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية لكونه أحد أهم مصادر التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية وأعرب سموه عن تقديره لاهتمام بنك جوليوس باير بتطوير خدماته المصرفية وتقديم حلول استثمارية غير تقليدية خاصة مع تنامي قطاع الصيرفة الإسلامية باعتبار مملكة البحرين مركزا للمصارف الإسلامية في المنطقة متمنيا سموه للبنك كل التوفيق وتحقيق النتائج المرجوة في مملكة البحرين وذلك في إطار ما تتطلع إليه من توسيع لأعمالها في المنطقة من جانبه عرب سيد بوريس كولاردي الرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير عن تشرفه بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما أبداه سموه من اهتمام بخطط البنك المستقبلية لتطوير أعماله المصرفية